يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة للأسف منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 سنة خسر أمام المنتخب الليبي بهدفين مقابل هدف في الدورة المجمعة على المنتخبات شمال الأفراق المقامة حاليا في الجزائر أول مباراة المنتخب خسرها قدام ليبيا وعنده مواجهتين قدام المنتخب التونسي وأيضا المنتخب المغربي إن شاء الله الأمور في الفترة اللي جاية تبقى أحسن المبشر في الموضوع إن اللي بفرج على المباراة النهاردة يشوف كم عنصر حلو في منتخب الناشئين كم عنصر ممكن نعتمد عليهم في الفترة اللي جاية أسماء لسه يعني إيه بنقول يا هادي معها بنقول يا هادي بس إن شاء الله إن شاء الله الفترة اللي جاية يبقوا لعبين كبار مع منتخبنا الأول بإذن الله لسه معاهم الوقت لسه معاهم العمر لسه هنشوف منهم حاجات كتير فيه عناصر مهمة جدا في المنتخب إن شاء الله إن شاء الله بس نهدى عليهم وتبقى الأمور أفضل بإذن الله بإذن الله نهاردة بعض الناس قعدت تلوم على المنتخب وهم دول الجيل بتاعنا وهو ده جيل الناشئين بتاعنا نحن كده عندنا مشكلة نحن كده عندنا أزمة عشان خسارة مباراة فيه نقطة مهمة جمعة فيه نقطة في منتهى الأهمية كتير من أسماء الدول العالمية منتخبات الناشئين عندهم ما بياخدوش بطولات أو بيعملوا إنجازات الهدف من منتخبات الناشئين من فرق الناشئين من بطولات الناشئين إنها تكون داعمة للمنتخب الكبير المنتخب الأول في المستقبل مش فوز وخسارة مباراة مش فوز وخسارة مباراة فيه أمور المفروض تبقى في حزباننا أكتر من كده ترجمة نانسي قنقر